ادراج الاشكال الاشكال هي عبارة عن اشكال جاهزة اقدر اضيفها وتحكم بيها مثل ما انا اريد مثلا انا راح اضيف شكل مربع او مستطيل طبعا بعد ما انا اختارت الشكل بعد ما اختارت هذا الشكل من قائمة ادراج اختارت الشكل اللي انا اريده راح اتحول شكل الموس الى علامة زائد والبرنامج هنا ينبيحني انه ان اقدر ارسم الشكل اللي اريده من خلال الموس مثلا هذا الشكل اللي انا اخدته او شكل اللي انا رسمته رح احاول اغير لون ايشلون اقدر اغير لونه بنفس الفكرة اللي قبل شوياش رح نشوان 82 او نلغي اللون المربع الى النص احدد الشكل واروح على قائمة تنسيق ومن تعبئة الشكل راح اختار مثلا لون احمر ومن المخطط التفصيلي راح اختار بلا مخطط تفصيلي يعني راح ألغي المخطط التفصيلي ممكن أضيف مربع نص فوق الشكل اللي أنا ضفته شلون؟ كلش سهلة أروح على إدراج وأختار مربع نص وأجي على رسم مربع نص وأرسم مربع نص بهالمنطقة ونكتب مثلا أعينكم أمانة في أعناقنا مثلا طبعا نقدر نحدد الخط ونكبر حجم الخط بنفس الوقت قلنا لما نضيف مربع نص راح ينضاف لون تعبئ أبيض ومخطط تفصيلي أسود طبعا نقدر نروح على تنسيق ومن تعبئة الشكل نختار بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي نلاحظ أن هذا اللون الأسود ما متراهم كل شوية اللون الأحمر مو واضح نقدر نغيرها إلى اللون الأبيض شلون نفس الخطوات اللي احنا تعلمناها سابقا ونختار مثلا ممكن نمطيها بولد ممكن أزغر شوية حجم الخط ممكن أختار حجم خط 32 أو 34 انتر طبعا أقدر أتحكم بي مثلا الحجم أو المكان الموقع طبعا صار عدي بوستر جميل مثلا بوستر إعلان لنظارات شمسية أو محل نظارات شمسية وأقدر أستفاد من هذا البوستر أطبعه وأقدر أن نشرع على الفيسبوك وأتحكم بي مثل ما أنا أريد موسيقى